استعرض لقاء عقد بالعصمة المصرية القاهرة ضم قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية مثالة بمديرها العام العامي العميد السام السعيدي وقيادة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع المصرية مثالة برئيس الجهاز اللواء وليد أبو المجد استعرض مذكرة التفاهمات السابقة لزيارة معالي وزير الدفاع السابق الفريق ركن محمد علي المقدشي وابحث اللقاء لية توطيد العلاقة بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مجالات الأمن الغذائي وتطوير الصناعات في المؤسسة الاقتصادية من خلال إنشاء المطاحن والصوامع الاقتصادية لتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي من مادة القمح وكذا الدفع بعملية الشراكات الاستراتيجية في عدة مجالات مشتركة أهمها مجال التطوير الزراعي والصناعي من خلال منح المؤسسة وكالات في مواد البناء والأدوية وبحث إمكانية العمل المشترك في مجال الصياد الأسماك والاستياد السماكي بأنواعه استعرض العميد السعيدي خططاً مؤسسة وأبرز أنشطتها وبرامجها وكذا تدخلاتها لمساعدة المواطنين من خلال إقامة المعارض الرمضانية لبيع المواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأجرى في الختام تقديم درع المؤسسة الاقتصادية ودرع الشكر والعرفاء لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع المصرية نظير استعدادها لتقديم الاستشارات وتنفيذ المشروعات من جانبه عبر رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على شكره وتقديره لجهود قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية المستمرة في توطيد العلاقات وتفعيل دور الشراكة بين جهاز المشروعات والمؤسسة الاقتصادية